سمين شوقي على ماذا يمكن أن نواهن وماذا يمكن أن ننظر فيما بقي من عمر هذه الولاية الحكومية؟ خلال سنتين ونصف المقبلة أعتقد أن للأسف ربما لن تتمكن الحكومة من تنزيل نظام الحماية الاجتماعية كما يأمل الملك محمد السادس لأن أخذوا من تأخير في الولاية الأولى ما لم يمكنهم أن يتداركوا في النصف الولاية الثانية على العموم أنا أعتقد أن مسألة عشرة التزامات في تصريح حكومي اليوم أصبحت متجاوزة في هذا الزمن في تصريح حكومي يجب أن نتوخى العقلانية والموضوعية أنا أفضل ثلاث التزامات كبرى يشتغل عليه الحكومة اليوم في نصف الولاية الثانية سأكون سعيدا إذا حققت ثلاث أهداف لهي مثلا؟ تشغيل لأنه مرتبط بالشباب شنو خاص يتحقق تشغيل؟ تشغيل اليوم أولا أن تبدأ أن تتدارك أن توقف نزيف فقدان المناصب الشغل كما وقع في السنتين الأولى أن توقف هذا النزيف وأن تبدأ اتداء من سنة هذه 24 في إفراز نتيجة إيجابية في خلق المناصب بالطبع من المستحيل أن تحقق هدفها المليون ولا حتى نصف المليون وأتمنى أن تحقق على الأقل نصف أو تلتي هذا الهدف بالنسبة للنقطة الثانية أعتبر أنها لها ارتباط بالنقطة الأولى على هذه الحكومة أن تشغل على تخفيض منسوب اقتصاد الريع لأنه يقضي على فرص الشغل اليوم خفض اقتصاد الريع يعطيك جرعة إضافية ويخلق ديناميكية في الاقتصاد تفرز لك مناصب شغل تفرز لك صفقات تفرز لك عدة أمور النقطة الأخيرة التي أعتقد أنه يجب أن يركز عليها هو تخليق الحكامة في كل القطاعات لأن تخليق الحكامة تفرز لك على الأقل نقطة إضافية في نسبة النمو وبالتالي تخلق لك مناصب شغل تخلق لك ديناميكية كبرى وتعطيك إشعاء على الصعيد الدولي وتجلب استثمارات وتحسن مؤشراتك العالمية وبالتالي أعتقد أنها لو ركزت على هذه النقطة ربما قد تحقق البعض منها